بعد ثلاث سنوات من اتداء الحرب بين روسيا وأوكرانيا حبيت بهالفيديو صغير تصديد الضوء على اخر ارقام اقتصادية وميلية ونقدية على الاقتصاد الروسي وتدعية الحرب والعقوبات على هذا الاقتصاد بعد ثلاث سنوات من اتداء الحرب بين روسيا وأوكرانيا اذا منركز على اخر ارقام اقتصادية وميلية ونقدية على الاقتصاد الروسي من بعد فرض عقوبات من اصعب عقوبات ميلية ونقدية على الشعب الروسي والاقتصاد الروسي نتفاجأ ومنقرأ انه اليوم النمو المتوقع لأول ستة شهر من سنة 2024 متوقع ان يكون بين 5 و 5.4% اما الاستثمارات واعادة النهود والاستثمار بروسيا غير كل التوقعات من وراء هالحرب الكاريسية وتمويل الحرب والزخائر والجنود وغيرها وبنفس الوقت من بعد العقوبات الكاريسية المفروضة من الولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا وغيرها والسؤال الكبير اللي بيترح نفسه هو كيف ادير هالاقتصاد الروسي من وراء هالعقوبات الكبيرة يقدر ينمى ويواجه على العقوبات وشو منتعلم من الحرب ومن العقوبات اول شي حسب السندوق النقد الدولي والبنك الدولي تغير تصنيف روسية من تصنيف من داخل منخفض الى تصنيف مع داخل عالي وهذا تغيير مفاجئ جدا بسنة الـ 24 وقتها العالم ككل عم بواجه ركود اقتصادي والولايات المتحدة بالأخص وصلت الى دين اكتر من 35 تريليون اما الركود والتراجع الاقتصادي لأوروبا كارثة وخيفين من تدعيات بسنة الفين واربع عشرين وخمسة وعشرين الهدف الاول وهلي قدرت اليوم روسية تقدر تواجهه هي بنت علاقات كتير كبيرة اول شي مع بلدين البريكس هلي هني برازيل روسية طبعا الهند وجنوب افريقيا والبليين البريكس اليوم بكونوا تقريبا 26% من نتج المحلي من الاقتصاد الدولي واليوم التضامن هلي صار اقتصاديا والتبادل التجاري ادر اليوم ساعد روسية الى مش فقط المواجهة لكن اعادة النهود النقطة التانية ركزت روسية على استثمارات داخلية استثمارات داخلية باقتصادها وخاصة بالشئ الصناعي والزراعي وغيرها فاليوم تبين انه اليوم بعد فرض اكبر عقوبات دولية على دولة مثل روسية وبعد ثلاث سنوات من الحرب الكيرسية لسوق الحظ ما منوصل الى نتائج مباشرة هيدا يعني اذا طلعنا من ثلاث سنوات لليوم منشوف انه ما تكون شيء من الاهداف لبل العالم ككل والاقتصادية عم يدفعوا سمن باهز جدا من هالحرب اكيدة ميليا اقتصاديا طبعا بالارواح وبالتدمير هيدا يعني اليوم برهنة روسية انه قدرت واجهة اكبر عقوبات دولية قدرت برهنة بنموه فوق الخمسة بالمية بعد ثلاث سنوات وعم شدد من العقوبات الكيرسية والحرب الدنوية قدرت واجهة كل اقتصادات العالم وهذا يعني الحل الوحيد ليس بالحرب ولا بالعقوبات لبل بالتفاوض وبطاولة مفاوضات لننهي مش بس حرب بين روسيا واوكرانيا لكن كل حروب المنطقة لانه اليوم بهالحروب ما عند فيه ولا غالب ولا مغلوب وما لا يفرض اي عقوبات على دول عزمة وشكرا شكرا شكرا شكرا